الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسه وأوصي الإخوة جميعا بتقوى الله عز وجل فإنها أعظم وصية وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أبوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله والإنسان لا ينفعه بعد مماته إلا ما قدمت يداه من أعمال صالحة وإلا فإن ما بيده من مال أو غيره من متع الدنيا تذهب وتزول ما عندكم ينفد وما عند الله باق يقول النبي صلى الله عليه وسلم يثبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله فلا ينفع الإنسان بعد مماته إلا عمله الصالح فعلى المسلم أن يغتنم زمن حياته في التزود بزاد التقوى وفي أن يعمل صالحا وأوصي الإخوة جميعا بالحرص على طلب العلم فإن طلب العلم لا يعدي له شيء لمن صحت نيته كما قال الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين ومن أبرز آداب طلب العلم أولا إخلاص النية لله سبحانه فإن الطالب العلم إذا لم يخرص النية لله كان علمه وبالا على صاحبه طالب العلم إذا لم يخرص النية لله عز وجل كان علمه وبالا عليه يوم القيامة قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن فيلقى على وجهه في النار وتسعر به النار ويقال تعلمت ليقال لك عالم وقرأت القرآن ليقال لك قارئ فقد قيل فانظر إلى هذا الرجل كيف أن علمه أصبح وبالا عليه بسبب سوء النية وسوء المقصد أيضا من أداب طالب العلم العمل أن يعمل بما يعلم وإلا فعلم بلا عمل لا فائدة منه وفلا يليق بطالب العلم مثلا أنه لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد إذا كانت تفوته الصلاة مع الجماعة في المسجد فما الفائدة من علمه إذن فلا بد أن يعمل طالب العلم بعلمه أيضا من أداب طالب العلم الصبر فإن العلم لا يستطع براحة الجسد ولاود من الصبر في طلبه وفي تحصيله قد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم وارتحل جابر بن عبد الله الأنصاري من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط وارتحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط والرحلة في طلب العلم مشهورة في كتب السياري والتراجم أما في وقتنا الحاضر فقد أصبح العلم ميسورا ومبذولا وما على طالب العلم إلا أن يشحد همته لطالب العلم فقد تيسرت وسائل تحصيل العلم أكثر من أي وقت مضى أيضا من أداب طالب العلم أن يكون لهذا العلم أثر على طالب العلم في سمته وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي تعامله مع الآخرين فلا يليق بطالب العلم أن يتعامل مع الناس بأخلاق سيئة بل ينبغي أن يتعامل بالخلق الحسن الفاضل وأن ينعكس العلم عليه في تعاملاته وأيضا ينبغي أن يكون للعلم أثر عليه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال ومقامها عظيم جدا الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا في طاعته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة